في خبر لازيز قوي النهاردة أفهمك الحياة بتمشي إزاي في كرة القدم يعني كان خبر عجبني يعني سأسلاتك الإنجليزية النهاردة قالت إن نسبة مشاهدة الناس للتلفزيون في مباراة ليفربول الأخيرة ضد ويلبرهامتون كانت أكتر بـ 70% من مباراة تتويج منشستر سيتي بالدوري ده اكتز معاي يعني شاو فريق مش هيكسة بالدوري ولا حاجة المباراة ملاش لازمة أصلا بنسبة أكبر من مباراة منشستر سيتي اللي كسبت دوري بـ 70% ليه بقى؟ ليه؟ الناس كانت عايزة تفرج على مشاهد الوداع بتاعت يورجان كلوب قالوا لك إيه بقى كمان؟ قالوا لك إنه مش بس نسبة المشاهدة على التلفزيون كانت أكبر لصالح يورجان كلوب أو ليفربول أو مباراة ليفربول عن منشستر سيتي قالك لأ ده المشاهد كمان بتاعت يورجان كلوب على السوشيال ميديا كانت أكبر بكتير من مشاهد تدويج منشستر سيتي بالدوري تفاصيل حلوة كده لذيذة لذيذة يورجان كلوب تاريخ عظيم جدا مع ليفربول يعني أعاد ليفربول مرة أخرى للواجهة بقى منافس عظيم وبالمناسبة بقى الشيء يذكر يعني اللعطة لما كان بيب جورديولا بيتسائل على يورجان كلوب في المؤتمر الصحفي والراجل شبه بكة أو دمع يعني على يورجان كلوب منافسه الأكبر في الدورة الإنجليزية بيجورديولا كان بيتكلم على أنه كان يورجان كلوب بيجورديول كده يورجان كلوب كان ليه الفضل أنه منشستر سيتي مستوى يتحسن كان ليه الفضل أنه سعيدني أن أنا أعرف أشتغل وأنجح إزاي بالمنافسة القوية جدا شايف الاحترام شايف الجمال شايف الناس اللي في حتة تانية بيتكلم عن المنافس بتاعه الأهم يعني أنا اللقتي مثلا المنافس بتاعه الأهم مش موجود أقول إيه الحمد لله بقى مشي أنا كده الدنيا في ديتلي لا ده بيقول أنا زعلان عشان لما كان عندي منافس جامد كنت أنا بتحسن وفي الإيتي بتبقى جامدة شايف التفكير شايف العقلية إحنا عندنا إيه وقع لجنبك عشان تبقى أنت فوق مش تحول تعلى لا وقعوا هتبقى أنت فوق طبيعة الحال لكن الناس هنا بتفكر بتارية تانية خالص طيب ترجمة نانسي قنقر